السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم اخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان حاليا في الولايات المتحدة الامريكية من اجل مواصلة ابحاثنا وخطتنا الحدفة نفا للامة البشرية بان هناك شيء سهل ورخيص وفي متناول جميع كما اعلنت قناة ام بي سي في لقائنا في عام الفين وعش اثنتين عشرة والذي اردنا نتحدث نظرا لترددة الكثير من الرسائل والاتصالات من الكثيرين وخصوصا من الذين انتفعوا بمنافع فوائد الصحية والعلجية للماء الساخن كثيرين نذير الاوضاع الاخيرة جراء انتشار وباءها فيروس كورونا الفين وتساطاشر واردنا نوضح الاتي قبل سنوات قليلة هناك دراسة معملية وسريرية تمت واجريت حول فوائد صحية والعلجية للماء الساخن من قبل احدى الجامعات ومع بروفيسور وهي مديرة الابحاث وبدأ الحدث هنا كنت اتعامل معها كما اتعامل مع اي شخص اخر دون النظر الى المستمع الوظيفي او السلطة او المال او المكانيات او الاخرى تعملت مع كل انسان بغض النظر من هو الانسان اللهم انسان ثلاثة عشر سنة متواصلة فعذهي البروفيسورة كانت كان عندها نقص في فيتامين دال ومن ثم بدأت تستفسر وعملت ابحاث عن فيتامين دال واسباب واراضها ومن ثم وجدت فعلا الماء ساخن فوائد صحية في هذا الشأن فبلغت وقنعت علميا فاقتنعت وبدأت تستخدم فاستفادت وزاد فيتامين نسبة فيتامين دال عندها مباشرة انتمنى كان قرار من عندها وقفت استخدام حبوب تغذية الجسم بفيتامين دال ومن ثم بلغتني طلبت مني شخصيا قالت هل تسمح لي بان استخدم المعلومات العلمية من كتابك معجزة وعجاب العلاج بالمساخن لاجراء ابحاث علمية ومعملية مع طلابه الماجستير في رسالته من الماجستير قلت نعم بس الكتاب مسجل بملكية فكرية في دول مختلفة من امريكا والفليبين سلطنة عمان المملكة المتحدة ففعلا باشرت ومن خلال ذلك كان في تواصل مستمر لتوفير مزيد من المعلومات ورد على الاستفسارات فطلعت النتائج ورسلت لي كامل نتائج البحث التي قامت طلاب الجامعة الدرسين لورقة الماجستير في تلك الجامعة ومن ظهرت كانت طبعا الاربه مجموعات من الفئران تقريبا واحد وشرين فار و جزء اول اربه مجموعات فا باستخدام الماء الفاتر او الحار اللي هو درجة حرارة الغرفة و مجموعة استخدام الماء الساخن طبعا مع النظام نظام غذائي خيواني وبالتالي طلعت النتائج مختصرة نهاية النتائج بان الماء الساخن هو يحمل قدرة فعالة في الشفاء من الامراض وهذا البحث اختصر تحديدا على فعالية الماء الساخن في زيادة نسبة الكوليسترول السيء الجيد HDL و نقص تخفيض نسبة كوليسترول السيء المسبب لامراض كثيرة طبعا معروفة و نقص الوزن و الالتهاب تخفيض تخفيف الالتهاب فلم اعطي اهتمام كبير لتلك البحث لان كنت اعمالي شغلتني كثيرة هنا في الولايات المتحدة الامريكية لقاءات دائما في مدينة علمية التي نحن متواجدين و فتحنا مكتبنا في فيجينيا تيك كوربورت ريساج سنتر الحائزة على افضل حديقة عالمية في الابحاث كوربورت ريساج بارك عام الفين و عشر من قبل ايو ار بي اسوسياشن يونيورسيتي ريساج بارك فاستفدنا من خلال جلسات و حوارات واستشارات من قبل العلماء و باحثين طبعا بالتنسيق مع جامعة فيجينيا تيك و كولية ازدو و كذلك مجتمع باقتصار نعود في موضوع الالتهاب فعندما بدأ انتشر هذا الوباء في البداية كنا اخذ الامر سهل و كان شي بسيط سيئ سيكون الاوضاع ستعود الى طبيعته لكن من جانب اخر نتيجة تدفق الرسائل و الاتصالات و كثير من الطلبات حتى في قناتنا اليوتيوب نرجو ارجو تحدث عن فوائد المعصى خلف الشأن ففعلا وجدت ان سكوت لا يكون منعصب لان ايضا الوضع ينفجر يوم وراء يوم وبدأ وبدأ ينتشر الخوف والهلا اكثر من اصاباته في هذا المرض بالتحديد الوباء لكن الخوف هو نتيجة لسبب واحد حتى الان لم يوجد اي حقنة لتعامل مع هذا الوباء بالعكس هناك انتشرت المقالات بالتحديد وجدنا حتى هنا في امريكا بان كثيرين من الاطباء تحدثوا ان اكثر المرضى الذين من المصابين هم الذين عندهم ضعف الجهاز المناعي يعني يعانون من امراض مستعصية او ضعف الجهاز المناعي واحد ثانية لما يعطوا المريض حقنة مباشرة يحصل انفجار في الاوية في الراعتين نتيجة لانه يحدث التهاب شديد فبديت التمس بهذا الشأن بديت اتعمق وباختصار وجدنا بان طبعا هذا معروف اي جسم غريب يدخل في جسم الانسان اي جسم سواء مادة كيميائية او فيروس او بكتيريا حتى الطعام الطعام الذي يفيد شخص قد يضر شخص اخر اذا الانسان ما متعود على النظام معين من الطعام اذا تعناول في اول مرة يحصل انفعال انفعال مثل الاسهال شديد والم في البطنة والاخرى بمقصود وانا طبعا بصفته نالنا ايضا تخرج كمدرب صحي في التغذية التكملية من ماحد IIN في نيويورك في عام 2019 اكبر ماحد التغذية التكملية في العالم استفدنا من هذا من ضمن النظرية هذه وطبعا هذه فلسفة معروفة علمية معتمدة من الأطباع حتى ضمن فريق المدرسين او الاساذة في تلك الجامعة في تلك المهد بأن لا يوجد نظام غذائي معين لكل شخص لكل الناس هناك نظام غذائي معين يفيد الشخص ويدور شخص اخر يتحول الى مادة سامة سبحان الله فنعود موضوع الاتهاب اي شيء يدخل في جسم النسان ما متأود عليه سواء مادة سامة حتى ادوية قد تنفع لكن تترك اثر عاجل ام اجل في جانب اخر هي تفيد جانب واحد لكن كما اسلفنا وكذلك الفيروس والبكتيريات ولشهذا حتى الجسم الليسان يتأقلم ياخذ وقت فاول شيء لما يحصل هذا مباشرة الجهاز المناعي وهو في مقدمة دفاع جسم الليسان يقوم بفراز اعطاء امر لخلايا الدم البيضاء في عملية ابتلاء اي تلك الجسم الغريب ومن ثم اخراجه من الجسم عن طريق قضاء الحاجة او تعرق اكثر يكون عن طريق قضاء الحاجة ويحصل التهاب فالتهاب هو نتيجة من رد فعل من جهاز المناعي لمحاولة الهجوم والقضاء على الجسم الغريب سواء فيروس او بكتيريا او ما شبه ذلك او مادة كيميائية لذلك هذا الوباء فيروس كورونا فيروس فيروس كورونا 2019 لا نعلم من مصدره وهيش هو مهما قيله وقال لكن الاوضاع انه تتحول الى اوضاع طبعا مخيفة ونصل تعالى ان شاء الله يكون هناك في اكتشاف لشيء ممكن يقضى على هذا الوباء وحتى البشرية تعود وتعود الاوضاع الناس يرجعون في عمالهم وكذلك حتى ما تحصل كارثة عالمية كما حدث في التاريخ من قبل فبتالي كون ان هذه الابحاث العلمية اثبتت على الفئران فعاليتها في الحد من الاتهاب ثانية على مدى 13 سنة منذ اكتشفنا العلاج من المأساخ محمله من فوائد الصحية وعلاجية من عام 2007 وحتى اليوم في عام 2020 اكثر من 500 تجربة من تجارب المستفدين الذين قدموا لنا حالات كانت تعاني بامراض مستعصية بامراض مختلفة منهم قصة شخص عمر 40 سنة هذا كلام قبل اسبوع يعاني من الربو المزمن وصل ان يشعى كأنه رعد في القلب ونتيجة دقة القلب السريعة وكان يستخدم علاج كيماوي اي علاج بالادوية بالعقاء غير طبية 40 سنة وهو يعاني اكتشف هذا العلاج بالمساخ بخلال بحثي في الانترنت وحصل ومن ثم ادخل القناة وبدأ يشاهد مشاهد الفيديو فامن اول شيء امن والتزم واتطبق البرنامج ورسل قال كنت مستسلم للموت فهذا انقذ احياتي طبعا الله تعالج عليه سببا لذلك بهذا سببين اول شيء الماء الساخن المصدر الوحيد الاستثنائيه في خلق وتكوين كل انسان لانه لا يوجد انسان يكتمل خلقه وتكوينه فيه داخل رحمة الام اي الجنين الا هو محاطن بماء ساخن وسمى في الطب بيولوجي سائل الامنيوسي ان كان هو الماء الساخن السائل الامنيوسي هو المصدر الاساسي في خلق وتكوين كل انسان ونموه الجنين لذا هو الماء الساخن هو الدواء الفعال في الشفاء ذاتي او الوقاية الذاتية وصيانة ذاتية من بينها طب انواع الطب من ضمنه وهناك ما يسمى الطب الاستيوباثي استيوباتيك ميديسين من اسس هذا كان هو طبيب عالم مشهور اسمه دكتر اندرو تيلور ستيل في عام 1790 وكذا طبيب يعالج من خلال العقاقير الطبية جاء مرض من انكايتس وتأثر ثلاثة من اولاده من جرح هذا المرض اصابوا كلهم ثلاثة توفوا فقد ثلاثة من اولاده وتبنى طفل رابع والطفل رابع توفى من هذا المرض من هذا الوباء واعتزل من الطب وبدأ يهاجم شركات الادوية كلها افلاس كلها سبب المال كسب المال وكلها غش وكذا هذا كلام مما وليس كلام فارس وكثير من الاطباء يتحدثون هنا في امريكا اطباء يتحدثون في حضرات ومؤتمرات مكشوف انا كم من مؤتمرات حضرات وحتى في اخر مؤتمر للحضرات وقت تخرجي من المهد التغذية التكمولية في نيويورك كثير من الاطباء اندرو ويل طبيب مشهور عالمي وهو استاذنا درسنا في هذا اعتزل من الطب وانتقل الى هذا طب التغذية التكمولية بدوا يتحدثون لانه هو طب المستقبل هو التغذية التكمولية بمفهوم انه حتى الاطباء بدوا يتحدثون عن الضرار الادوية مخاطرها اكثر من منافعها ولذلك هذا الوباء حتى الان اصبح لذلك لا يمكن تسمعوا ان الشخص يعطى الدواء وهو مصاب بفيروس كورونا 2019 لماذا؟ لان اول شيء يصل انفجار في الرئتين لذلك النصيحة ابقوا في بيوتكم وكذلك والاخره والاخره لكن ما قالوا استخدموا الدواء ارجعوا للطبيب حتى يكتب لك الوصفة وكذا ما حد قال لك هذا الكلام ارجعوا كل النشرات من المصادر موثوقة حكومات ووجهات ذات الاختصاص حتى الان لم تعطي اي نصيحة رجوع مراجعة الاطباء ولا شيء قالوا ابقوا في بيوتكم وغسلوا ايديكم باستمرارها بالصابون وكذا والماء والماء يكون ساخن يشيروا بهذا الكلام دائما وبدأوا يتحدثون ان البكتيري هذا لا يستطيع يعيش في جو الحار فاكثر التدهور هو في اماكن بلدان في برودة ويتوقعون ان مع انتهاء فترة الشتاء دخول فترة صيف هذا الفيروس سيتم قضاء عليه يعني لا يعيش في جو الحار الى حين يحصل هذا هذه التنبؤات بشرية لا يوجد انسان يعلم الغيب لا يمكن انسان يتنبى بالغيب صدق كذبوا المناجمين ولو صدقوا فبتالي نتيجة من هذه الطلبات وكثيرين بدأوا يتحدثوا معايا ان نعمل كتاب علفنا كتاب خلال ثلاثة ايام والكتاب جاهز للتصدير وسنعطيكم رابط او بدأنا بكتاب بالانجليزي وكتاب العربي قريب سيصدر وايضا سنوفر لكم وكتاب باللغة الفرنسية يالي واذا توفرت الفرصة ربما كنت باللغات الاخرى تحدثنا فيها عن هذا الجانب تحدثنا فيه عن موضوع الالتهاب وكيف طبعا هذا شيء معروف بالنسبة لموضوع كورونا فيروس مقالاتين علمية كلها تتحدث هذا الشأن في شأن الالتهاب وموضوع الأبحاث العلمية التي تامت وكيف برنامج المأساخن الى حين ذلك نتيجة للأوضاع التي تدهور يوما ورا يوم هذا الوباء الذي لا يميز الفقير والغني الصغير والكبير من أكثر من ضررين هم من كبار السن والذين أيضا يعانون من أوضاع صحية بذلك النصيحة هذه رسالة صوتية نناشد كل إنسان لا ضرر من المأساخن إن ما نفعك لن يضرك الشاي الساخن لا يضرك الشرب الساخن لا تضرك فحان الوقت البشرية تتحدث تتجمع في رأي واحد الماء الساخن لا ضرر منه ولا يوجد طبيب أي طبيب أو عالم أو جيح وقومية رسمية تمنع الناس تناول ماء ساخن أو شرب الماء ساخن لذلك لذلك نكرر حان الآن كل واحد يبدأ يأخذ وقايا جهاز المناعي يعتمد على الماء الساخن كما أسلفنا بكونه المادة الوحيدة الاستثنائية تكوين كل جنين كل إنسان قبل خلقه واكتمال خلق يكون خلال الماء الساخن لا الماء الفاتر ولا الماء الحار ولا الماء Bengt ولا الماء البارد ولا الماء المثلج الماء الساخن لذلك نرجو من الجميع كل من ينادي للتحقيق الصحة كل من ينادي بأن يبعد من هذا الشر من الإصابة بهذا الوباء يأخذ الوقاية بقدر المستطاع نحن لا نعطي نقول هذا المأساة سيعالج أو سيقضي أو سيمنع لأن لم نتجرب أي تجربة على الشخص مصاب بهذا فيروس كورونا 2019 لذلك لا يمكن نعلن إلا إن حدث هناك تجارب حدثت ومن هناك ممكن نعلن لكن حتى الآن كما أصلفنا ربطنا بما قلنا ومن خلال الأبحاث ومن خلال التجارب ومن خلال ما يختص بمشكلة الالتهاب وما يختص بماء الساخن فيما يتعلق كمصدر خلق والتكوين كل إنسان على ولذلك الماء الساخن المادة الوحيدة الاستثنائية في الحياة الكونية يعني بمقصود دورة المائية لا تتم إلا إنه يتحول تتحول أسطح المحيطات والبحار إلى ماء ساخن ويبدأ تودى دورة المائية لذلك لا يمكن يتوفر الماء صالح لشرب ماء الذي كل كائن مخلوق معتمد من الدرجة الأولى كل كائن سواء بشري أو أي مخلوق على الكرة الأرضية يعتمد من الدرجة الأولى من الماء والماء الساخن كمصدر أساسي في الحياة الكونية لأنه لا يمكن حصول على الماء إن كان ما تحول الأسطح المحيطات المياه إلى مياه ساخنة مياه ساخنة حتى تبدأ الدورة المائية والمحيطات التي هي مليئة بالأملاح كل هذه الأملاح تختفي من خلال عملية دورة المائية لذلك نعود مرة أخرى الماء الساخن هو المصدر الوحيد الاستثنائي في قلق وتكوني كل إنسان على ولذلك الماء الساخن هو المصدر الوحيد والاستثنائي في الحياة الكونية في الأرض لكل مخلوقات موجودة تعيش في الأرض حتى النباتات تعتمد من الدرجة الأولى على الماء لذلك أنه هو آتيا من الماء الساخن من خلال الدورة المائية لذلك لذلك على الإنسان يا إنسان يا أخي وأقتي نصيحة ارف يدك وانظر إلى صابعك وثم أخرج منك كما يقال الدائرة المغلقة إلى الدائرة الخارجية مفتوحة انظر لنفسك كيف خلقت وحل أنت معمل مختبري لكي يختبر الإنسان علمه محدود لديه علمه رفيع علم الله تعالى الإنسان ما لم يعلم فهذا ما حقق الإنسان من العلم والحضارات الإنسانية مطورة تكنولوجيا لكن من جانب آخر ما تعلق بالصحة اتجاه معاكس وبتالي الإنسان لديه قدرة في الابتكار والاكتشاف والتصنيع لكن لا يملك قدرة فيه أن يمص جسم الإنسان ويتلعب فيه فجسم الإنسان ليس مختبر وليس معمل مختبري أي شيء في جسم الإنسان يدخله يضره أكثر من ممكن ينفعه طب الاستيوباثي الذي أسسه أندرو تيلو ستيل طبيب هو الذي لماذا أسس وحصل على موافقة في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر هو الطب المتقدم الآن بالسبب بالسبب من الذي اكتشف بأن ما يسمى أو أو مبادي الطب الاستيوباثي ما هي البنبادي جسم الإنسان كيان ما يكون منه الجانب الجسدي والعطفي والعقلي والروحي إن أثر جانب واحد تأثر بالجام النظام كامل اللي أنت تدهور ومن أخرى من تلك المبادي خليكم معايا جسم الإنسان لديه القدرة الكامنة في الشفاء الذاتي والصيانة الذاتية والوقاية الذاتية الصيانة الذاتية الشفاء الذاتي والوقاية الذاتية جهاز المناعي كريات الدامة البضاء الكبد والآخر والآخر كل وظائف كذا لكن بمجرد يتدخل مواد خارجية يبدأ جهاز المناعي بدلا ما هو يكون هو في مقدمة في في شفاء وقدرته كما صلفنا يبدأ يتدهور لكون الإنسان تحول إلى معمى مختبري يعتمد على مدخلات الخارجية أجسام غريبة تدخل في جسم الإنسان لذلك أنا ما أمنع شخص يستخدم الأدوية لأن هذا خارج مجال اختصاصي وأقول القانون ينصب أن لدي صلاحية في نقل هذه المعلومات لكن ليس لا أملك أي صلاحية بأن أمنع أي شخص يستخدم الأدوية هذا قرار من الذي وصف للإنسان الطبيب الذي يوصف هذا هو الشخص المريض أو شخص يرجع لاستشارة الطبيب في هذا الشأن لا أملك صلاحية أمنع أي شخص يستخدم الأدوية أو أو علاج من الأمراض فقط اختصاصي فوائد صحية و صحية و و علاجية للماء الساخن للماء الساخن ذلك جسم النسان جهاز المناعي يعتمد على عناصر مغاضيات طبيعية أساسية وهي كان كما صلفنا مرارا في مصدر خلق وتكوني النسان تحديدا تحديدا في الماء الساخن وتتكون وجميعها كالآتي الماء الطاقة الهايدروجين والأوكسجين وهي جميعها لا يمكن تتوفر بكمية حد أقصها يعتمد عليها الإنسان حتى يحق هذه القدرة الكاملة في شفاء ذاتي أي معناه تقويل جهاز المناعي و قدرة على على قضاء جهاز المناعي على أي فيروسات والبكتيريات والجسمة غريبة تقضي الجسم لابد أن يفهم أن هذا الجسم يعتمد على هذه وقود طبيعية أساسية التي كانت هي المصدر الوحيد في خلقه وتكوينه الماء الطاقة الهايدروجين والأوكسجين وجميعها لا تتوافر إلا من خلال الماء الساخن نصر نصر على الصحة والعافية للجميع وإن شاء الله الجميع كل من في مجال اختصاص ومرخص من الأطباء والعلماء والحكومات تبدأ القصاري جهدها كل أنظار العالم متجه في هذا الشأن من أجل إيجاد شفاء لهذا الوباء من أجل القضاء لهذا الوباء حتى لا تدهور الأوضاع الصحية البشرية العالمية والأوضاع الاقتصادية ويحصل ما يحصل وتحصل كارثة عالمية والعياذ بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان نرجى من الجميع حرية النشر هذا الرسالة الصوتية وسنوفر لكم رابط الكتاب الإنجليزي وإن شاء الله العربي ونصل على التوفيق نحن فقط إسهامنا ولا نقول نحن أفضل الكل يبذى المجهود العلماء والأطباء والحكومات وجهات الرسمية والذات الاختصاص الجميع يتكاتف الجميع حان وقت التكاتف ونتحد يد واحد يد البشرية أجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة ترجمة نانسي قنقر